موسيقى أنتم تتابعون برنامج كورا مع ترك العجيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرى وسلم بكم متابعين برنامج كورا عن قناة خليج جيف أرى وسلم برنامج كورا عن قناة خليج جيف رئيس الاتحاد الأسيوي سلمان آل خليفة يتعهد بحل مشاكل العراق والإدارة الاتحادية تعالج مشكلتها مع البرازيلي جيبسون ملعب الأمير محمد بن فهد يحتضن لقاء الزعيم وبانو قادس والفيصلي يؤجل السفر بن عطية الاتفاق ينهي التوقيع مع المدرب الجديد وحكام المهن يجتمعون بعيدا عن الإعلام اتحاد البلوي ما الجديد فيه وتسعة فرق تعصف بها خمس نقاط هذه علاوين الحلقة نشوف أخبار شوك حياكم الله قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مباراة الهلال والقادسية ضمن دور الثاني والثلاثين من كأس الملك إلى ملعب الأمير محمد بن فهد بدلا من ملعب الراكة وذلك بسبب أعمال الصيانة في ملعب الراكة علما أن المباراة ستقام بتاريخ السابع عشر من فبراير الحالي تعقد لجنة الحكام يوم الغد اجتماعها الشهري مع الحكام لمناقشتهم حول الأخطاء التقديرية التي وقع بها الحكام في بطولة كأس ولي العهد إضافة إلى الجولات الماضية لدور عبداللطيف جميل على أن يعقد عمر المهنة رئيس اللجنة مؤتمرا صحفيا مساء بعد غد الأربعاء وذلك للإجابة على أسئلة واستفسارات الصحفيين والإعلاميين وقعت دارة نادي الاتفاق رسميا مع المدرب الروماني إيوان أندوني لتولي زمام الدفة الفنية للفريق بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي مع ضرية التجديد للموسم القادم في حال نجاح المدرب الجديد في قيادة الاتفاق فيما تبقى من الموسم الرياضي الجدير بالذكر سبق ليندوني قيادة الاتفاق قبل أربعة مواسم وسيصل المدرب الروماني إلى مملكة البحرين غدا الثلاثة لاستكمال أوراق دخول إلى الدمام لمتابعة ميران الفريق يوم الأربعاء القادم كشفت الأشعة المغناطسية التي خضع عليها لاعب فريق الهلال الكوري الجنوب كواك عن تعرض لتورم في نفس موضع الإصابة التي تعرض لها سابقا بمشت قدم وأكد الجهاز الطبي حاجته إلى فترة راحة لا تقيل عن أسبوع على أن يخضع بعد ذلك لبرنامج تأهيلي تراجعت إدارة نادي الاتحاد عن محاولة قيد المحترف المغربي فوزي عبد الغني بدلا من البرازيلي جيبسون في قائمة الفريق التي ستشارك في المسابقات المحلية حيث تم الاتفاق بين إدارة الاتحاد والبرازيلي جيبسون على البقاء ضمن صفوف الفريق وعدم الرحيل وحل مشاكله مع المدرب الأرغياني في ريزيري وتسعى لدارة الاتحادية جاهدة لضم المغربي فوزي عبد الغني ضمن القائمة المشاركة أسيويا وفي حال عدم السماح سيتم الزج بالبرازيلي جيبسون طلبت إدارة نادي الفيصل من المحترف الأردني خليل بن عطية تأجير سفر إلى الأردن لحين الفراغ من خوض مباراة الفيصل مع الرائد يوم الخميس المقبل وكان اللاعب بن عطية يرغب في السفر للعاصمة الأردنية عمان للانتهام لإصدار جواز سفر بدل ضائع قد وافق على طلب ناديه بتأخير السفر نظرا لأهمية مباراة الفيصل أمام الرائد خاصة فيما يتعلق بتحديد هوية الفرق المتنافسة على الهبوط تجدر الإشارة أن اللاعب لم يتمكن من تمثيل المنتخب الأردني في مباراته الأخيرة أمام سنغافورة الثلاثة الماضي بعد أن فقد جواز سفره الضائع ليقوم بإجراءات الحصول على وثيقة من السفارة الأردنية هناك تمهيدا للعودة إلى عمان وإصدار جواز جديد استعدادا لمرافقة المنتخب لمواجهة سوليا تعهد الشيخ سلمان الخليفة رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم بالعمل على رفع الحظر المفروض على الملاعب العراقية ولو جزئيا إثر اجتماع مع مسؤولين عراقيين عقد في العاصمة البحرينية المنامة مؤخرا وسيوجه الشيخ سلمان كتابا رسميا إلى الاتحاد الدولي فيفا لدعم مساعي العراق في إقامة مباريات في ملاعبها كانت هذه أخبار شوك عودة مجددا للزميل تركي العجوة شكرا تركي شكرا للزملاء اسمحوا لي في بداية الحلقة نرحب بضيفينا مع الفلسون دي رسالة أحمد المسابيح الله حيك سيد تركي أنا سعيد بوجودي معك وأتمنى أن الله إن شاء الله يمن بالشفاء على والدك إن شاء الله المشاهدين شاركونا في التأمين إن شاء الله عن الله ومن على بالشفاء العاجل وتكفير وظهور إن شاء الله آمين يرحم الله ومعنا من جد الأستاذ عبدالله فلاتة رئيس القسم الرياضي بصحيفة المدينة مساء خير عبدالله أصنور السرور أمسي عليك وعن أستاذ أحمد المسابيح وأشارك الرأي بتمنياتي للوالد بالشفاء العاجل إن شاء الله شكرا الله أخذك شكرا آمين يا رب نبدأ بباشرة بالأخبار والحكام يجتمعون بعيدا عن الإعلام والمهنة يعقده مؤتمرا صحفيا خلاص توبة معد في الاجتماعات الشهرية بدخول الإعلام والإعلامين والأندية وممثليها خلاص تهت طوية الصفحة لا ربما الخبير عمر مهنة يرى المرحلة هذه لا بد أن يبعدون الإعلام يعني الحكام عن الإعلام لأن الإعلام لا يقصر فترة أخيرة خلاص ما نبقى نتكلمنا كثيرا عن الحكام لكن المرحلة القادمة تطلب إعداد نفسي كما هو حال اللاعب الحكام السعودي في الفترة الأخيرة بدأ الآن أسبوع الأخير ما فيه أخطاء يعني الدرجة يعني تغير نتائج مباريات ولكن الطموح أكبر أمامنا برضو مصابقة كأس الأبطال وبما بقي مباريات الدوري أتمنى إن شاء الله يستعيد الحكام السعودي ثقتها بنفسها أكثر وأن يستفيد من أخطاءه لأنه مهما كان يظل ابن الوطن والحكام السعودي هو الأجزاء بقي مباريات الدوري المحلل طب إيش اللي كان موجود في الاجتماعات الشهرية وصار منهم مفروض أنه ما يكون موجود يعني تواجد الإعلاميين إيش الضرر اللي كان يتحقق من وجودهم وبالتالي كان واحد من الحلول بعد هذا الاجتماع عنه هو كان هدف عمر مهنم يعني من فترة طويلة أنه يجمع الحكام بحضور الإعلام أو يتكلم معهم وواجه منتقاداتهم يشيل الرهبة من الحكم لكن من الفترة الأخيرة لما كثرت الضغوط أصبح الحكم أنا أعتقد أنه أكثر حكام جاء للأستاذهم معلمهم عمر مهنم قال يعني حقيقة مواجهتنا مع الإعلام تزيدنا ضغوط زيدنا حرج نحن نبغى ما يكون فيه نشر غسيل لأنه أكيد الأخطاء كثرت والتشخيص الكثير على الأخطاء اللي صارت فأصبح وجود الإعلام مضرة أكثر من هو منفعة يعني أفاد في الموسمين الماضيين بالعكس زالت الرهبة أصبح فيه علاقة حب سر يستخدم موضوع خلينا نقول الاعتراف بخطأ الحكم ومناقشة الحكم سر يستخدم كدليل على أنه النادي تعرض لأكبر كمية من الظلم طبعا وتجاوز موضوع الشفافية وتثقيف المجتمع لأي طبعا خلاص صارحا كلين يغني علي الله كلين ينظر الخطأ بحق ناديه في بعض الإعلاميين محسوبين على الإعلام ينظروا الخطأ الحكم والله شوف أعترف وعمر مهنة قال خطأ زمان الآن يقول شوف والله الخبير فودا قال الزيد قال مع أني أنا شخصيا أرى أنه تقييم الحكام من المكاتب غير مجدي يعني مباراة انتهت الحكم الطالب يتخذ قرار في أقل من الثانية فيتيو حكم في وضعه مرتاح والله المفروض الحكم سوى ونفس الحكام اللي قيمه كان يخطرون أخطاء أكثر فداحة من اللي صارت أنا طبعا ما قيم ولأقول الحكام مفروض ما ينتقدون لكن كان فيه نوع من القسوة يعني فيه قسوة حتى من الحكام بسهم اختلافهم على ضربة جزاء على طرج على زاد من الضغوط أصبح الإعلام والخبراء كلهم على الحكام الشبيعي عبدالله الإعلاميين ما حد يوريهم شيء خلينا نقول يعني إنجازة التسمية ما حد يدخلكم اجتماعات بالعكس افترض يعني نحن في عصر ومرحلة انفتاح الانفتاح ذا له نواحي عدة إيجابية لكن الواضح أن لجنة الحكام نتيجة الأخطاء التراكمية عدلت عدة نقاط من ضمنها سمحت للحكام اللي بيعتذر عن بارا يشعر بالخوف قالوا ما أنك بعبارة صريحة يعني منعتهم من تويتر فهي بتنقلق على ذاتها وأنا ما أماني مع هذا التوجه لكن تقديرا للظروف اللي مرتبها ممكن هي بتصحح بعض النقاط أو بتحاول تقنن بعض النقاط لو تابعنا الحكام الأجانب اللي حضره ورحله بأخطاء معنات أن يتقبل أخطاء حكام إيش الفائدة اللي تتحقق من أبعاد أو خلنا نقول إغلاق هالاجتماع وإيش الفائدة اللي كانت أصلا موجودة من فتح الاجتماع هو بالتأكيد فتح الاجتماع يعني ستصير فيه تقارب بين الحكام وبين وسائل الإعلام ما صار في تقارب حتى التأثير ما صار في تقارب التأثيرات والضغوط تخف بدرجة أكبر لكن الواضح أن الحكام بيتأثر تماما وسائل الإعلام وبنشوف الحكام لما يدخل المباراة مرتاح نفسيا بيقدم مستويات جدا ممتازة قالت الحكام يكون لهم حصانة ذاتية من أنفسهم وطبعا يكون للجنة الحكام دور في هذا الشأن أي بس ما في تقارب إلى الآن يعني كل حضور الاجتماعات الشهرية جالسين بورقة وقلم وينتظرون عمر المهنة يناقش حكم حكم يعترف بخطأ بعد ما شافوا بلعادة البطية تخلش بالصحافة الحكم وعمر المهنة اعترفوا بالأخطاء تستخدم كدليل على أنه إحنا أكثر نادي تضرر هذا النادي أكثر نادي السفاد أي نوع من التقارب اللي أنت تعتقده كان موجود لا ما كان هو كان الهدف أنا أقول لكن ما تحقق الهدف وبالتالي لجنة الحكام عدلت عند الجانب والله ممكن الطرفين والإعلام دائما ترمجني عليه حتى مع الإدارات والإعلام والإعلام أحيانا يقتل القتيل يا عبد الله ويمشي في جناسته لا بس حتى في الأخبار لما تعامل مع خبر جرب خبر إيجابي يمر مرور الكرام مجرد خبر سلبي إدارات الأندية تحتاجها الجماهير تعترض تويتر يشتغل عليك فإعلام كمان بيعاني الصراحة لكن هذا قدره ترى عمر المهنة عفوانس عبد الله تاني يرى عمر المهنة ولا زال وكل من يعمل منظوم الرياض إن الإعلام شريك في النجاح فرأى أن الإعلام وجوده مع الحكام مساهمة في إعداد الحكام نفسيا نزالة الرابة لكن لما تعارضت المصالح أصبح بعض الإعلامين يبحثون عن مصالحهم ينتهزون اعتراف حكم بخطأ قسوة عمر المهنة عليهم صار ينقل شيء يعني يتعب الحكام نفسيا ويزيد عليه الضغوط أيضا خلنا نكون صريحين ووضعين مع بعض أنه بعض الحكام يعني أساء سمعة بقية الحكام في أخطاء فاتحة صارت الموسم هذا ما صارت الموسم الماضية أخطاء مؤثرة إلى بعد حد فلذلك من نوع من أنواع العلاج بعد أن ضاربت المصالح أصبح كلهم يغني عليه لكني يبحث عن مصلحته قال عمر المهنة أنا المسؤول وأنا المسؤول بإعداد حكم الجديد أو استعادة الثقة من خلال اجتماعات خاصة بعيدا عن ضوضاء مشكلة في الإعلامين أنا عارف تارف شما أبو تركي أنا أفتح موضوع وخلع عبد الله يشاركنا فيه سامع زينا ما يجي واحد يقول لي مثلا ما أسأل الإعلام إلا المتعصبين في الإعلام عارف عليه وكل واحد يطلع معنا على الطاولة في هالبرنامج يقول أنا إلا يتكلم عن المتعصبين وكل المقالات اللي تقرأها في الصحف تتكلم عن المتعصبين وكل التغريدات اللي تشوفها في تويتر من الإعلامين أنا أتكلم عن الإعلامين يتكلمون دائما أنهم يمقتون المتعصبين كلهم مع بعض يمقتون المتعصبين أنا أريد أن يعرف أين هالمتعصبين إذا كل الجميع قاعد يمقتل المتعصبين ويشوف نفسهم متعصب أين هم هالمتعصبين عشان إحنا نتعامل معهم نبعدهم نوقف طرحهم كل الإعلامين يتكلمون هذا متعصب وهذا متعصب وهذا متعصب طب أنا متعصب يعني ما يبغى لها فراسة أو ذكاء أو جرأة 95% من موجود الإعلام في الإعلام متعصبين أي يعني مش بعض كلهم يعني يمثلون أنديتهم لما يأتي يعني تضارب مصالب يجل صدق طلع اللي الخاطر الحكم هذا فيه الحكم تذكره وش سوى يعني مش بعضهم أغلبهم والله يبلفعهم كسابت الجولة معي والله يغلبهم ليس بس في قضية التحكيم في كل شيء تعالى مصلحة النادية هم هي أولى دائما بعض الإعلامي معظم أستردارك معظم الإعلامي آني نصه نفسه متحدث إعلامي محامل نادي كل من أجل كسب الجمهور رضا الجمهور شوف أنا والله مع نادي في السراء والضراء أنا ما أخلي الفرصة الإعلامي الثاني راح حكاية المهنية والرسالة هذه لا هذه في مرت فيها المرحلة في أهم الأيام طبعا وسبق اعترافت مرت فيها لكن الحمد المطورة لا المسألة والله مسألة مبدوضة من اسمها راي عبدالله عبدالله شو رايق أنا في نقطة معينة عبارة الإعلام شريك في النجاح الإعلام ما هو شريك الإعلام رقيب ولما يقوم الإعلام بدوره الرقابي بكل مهنية بيعتبروه خصم ولو اختلفت معاهم في العرائي حتى لو وافق ميولك تصير متعصب ضده أو إلى آخره فالإعلام والله إلى درجة كبيرة مجنع عليه ولا يمنع أنه فيه بعض الإعلامي رقيب محايد وليس رقيب مشجع رقيب محايد سيد عبدالله بالتأكيد وليس رقيب مشجع بالتأكيد نشوف الآن رقيب مشجع بالتأكيد فوضى الدور ده المطلوب أن الإعلام يصير مع التيار والإعلام لابد أن يكون له استقلالية ويكون له رأي هذه مسألة الميول هذا الموضوع موضوع آخر عبدالله الميول في الوسط الرياضي مش قضية مش مشكلة يعني أنت في الأخير من تجيب ناس دخلاء على المجال أنت لازم تجيب ناس عندهم ميول وعندهم انتماءات الكلام على أنه في شعارات يعني تم ترديدها مثلا شريك في النجاح ولا الإعلام رقيب ولا الإعلام مظلوم ولا الإعلام متعصب الجميع كل واحد يعني يتهم الآخر ويجرد نفسه من كل هالاتهامات أنا ودي أشوفها المتعصبين إذا كل الناس من وسط الرياضي يتكلمون أنه المتعصبين المتعصبين طب وين هم المتعصبين إذا كلكم شافوا أنه المشكلة في المتعصبين وأنتم ممتعصبين الحياة في الصيف إذا اشتد الرميل لا أنا أتابع أتابع بعض الزملاء لما يطلع ببرنامج يتكلم بلسان النادي في أي قضية كأنه هو رجل من النادي أتابع بعض مواضيع في الصحافة كأنها صحيفة حائطية في النادي حقيقة أنا أتابع دي الأمور فهذا أنا ما أحتاج أنه يقول لي متعصب ولا ممتعصب هو متعصب تلقائيا الحكم يصدر سلفا لماذا هناك تصنيفات كثيرة بالذات في الصحافة الوراقية صرت معروفة الصحف الهلالي الانتحادي للإعلام يعني يتيم ما لها مرجعية ما لأحد يقومهم ما في الدخول للإعلام وكررنا الكلام الدخول للإعلام بأقل مؤهل بأقل خبرة تجاه من أي دائرة حكومية تصير إعلامه وستستضاف لا تحسنوا رؤساء التحرير أحيانا في بعض الصحف هم أسباب البلاوي رؤساء التحرير هم كانوا يقودوا في يوم اليوم المجال الرياضي وبعدين صاروا ما يقرؤون الشيء ينكتب ما يقرأ يعني دائما القسم الرياضي في الصحيفة أو خلنا نقول حتى الصحيفة الرياضية المتخصصة ما يكون في تعمق فيما يكتب يعني هم شي الصفحة الأولى الصفحة الأخيرة طبعا إثارة يقول لما أحد رؤساء التحرير كان يقول لي بدون ذكر أسماء كان يقول أنا أبغى أبيع أبيع على حساب مهنة على حساب السرير يقول لا يا أخي أنا لو أصير على طريقة وكالة أنباء ما أحد شرالي لما أحط عنوان مثير لما أتعصب لما أخلق لي مشكلة خبر غير صحيح سوي ثارة ما بعت هذا فلسفة معظم الصحف الرياضية لكن في عقلة والله في عقلة لكن الرؤساء التحرير يراقبون عندهم ما هو أكبر اهتماماتهم أكبر لكن أنا أعتبيع على الصحف المتخصصة ودي تكون أفضل يعني ودي تكون أفضل أو تقود الإعلام الرياضي بحكم منها متخصصة الإعلام الآخر مع أنه والله يعني مع تويتر ومع الفضائيات أصبح الإعلام المقروء مكشوف أصبح القارئ والمتابعي فرق بين الغث السمين يعرف هذا وش أقصد وش هدفه يعني معادي فيه مثل أول تقدر تقنع المتابع أنه والله فريق ظلم الحكم الآن كل شيء قدامك في الفضائيات وفيه محلين فيه نقات فيه محلين تحكمين لذي أنا أقول الإعلام مفروض مسؤولية الإعلام الرياضي الإعلام الرياضي ماه ماه لمرجعية تخطيب حق حق اللاعب ماه سوفت إعلامي قوم أو أوقف أو أو لا إلا ما ندر لكن لو كان فيه تقويم الإعلام الرياضي خرجنا بالصفوة على أقل بس أمانة الكلمة أمانة الكلمة سواء المكتوبة أو التي تنطق فيها في الفضائيات أو في حوارات يجب كلنا لما يقول أنا لما يقول وأعشق النادي لكن لما يجي للمنطق أنصف وبعدها أوكي لكن وش رجل الفعل مع المنصفين لما تحاول تلبس ذوب المنصف أنت منافق أنت مستفيد كل العبارات الشتم لأنه لا تحوّد الوسط الرياضي لا تحوّد أنه لم تكن معي فأنت ضدي أعلام موزع تكاكين هذا دكان أصفر هذا أزرق هذا أخضر هذه قضية ودفعنا ثمنها في المنتخبات الوطنية صارت انتماءات الأندية إلى أن طرع أنا شيء خاصة بالأندية وهذه لها كلام ثاني أنا أبغل انتماء فقط للوطن والنادي تشجعه وتستمتع بالآخرين ما يمنع الرياضة فيها متعة وفيها استمتاع لكن الآن لا نظره متعصبة تقول رأيه تقوله النادي الفلاني المنافس في كم عطاك أنا أمدح الناصر كم عطاك فاسر المنتركي أمدح الاتحاد وصاد أكثر بلوي هذه قضيتنا في الإعلام رياض لأنه مع خلاص الإنصاف أصبح نفاق لكن لواء الأكثرية صاروا منصفين صدقني خلاص اللي جالسين في زاوية ظلماء ويتحدثون بسمن ديتهم ويكثروا الفلورت معهم متابعين والله شوفوني أنا المحامي حق النادي خلاص هذول يختفون يسمون الخشاش لكن الصادقين لما يكثرون في المجال الرياضي ويكون في إنصاف صدقني المتعق يحترمك ويحترم الحقيقة ويحترم النادي المنافس الآن لا شيء غير طبيعي ليصير الوصل الرياضي أعوذ بالله كيف رأيك عبد الله أنا بأقول النقطة الصراحة بأكون صريح أيها يعني لأبعد درجة فيه أرقام توزيع وفيه عمق مبيعاتي أنا لا يمكن أن أتجاهله أنا فيه أعرف لي بعض مباريات وبعض نتائج أعرف نقاط التوزيع يقول لي قبل الظهر خلاص هنا خلصت المبيعات هذه أمور أنا أخذها في الاعتبار بس مو على حساب الأندية الأخرى وحقها ومساحتها وقلب الحقائق لكن فيه أندية طبيعي جدا ولا أنكر تأخذ مساحة أكبر عن أندية ثانية ولا أكون غير واقعي وغير منطقي في أرائي طيب بهيئة الصحفيين لها أي علاقة بالصحافة الرياضية لها علاقة أي شيء أو أي موضوع في الصحافة أنت عبد الله والله أنا ما أربطني بهيئة الصحفيين إلا مجرد بطاقة بطاقة فقط لا غير شيء تاني ما أعرف أي صلة بهيئة الصحفيين في عليها تخفيضات سفيد منها شيء يعني ولا بس كذا بطاقة ولا حاجة بس بطاقة عشان كمان يترتب عليها بطاقة الملاعب وبطاقة أواء الآخر بس ويعني حس أني أبرطبط بهيئة الصحفيين ولا تعرف عنهم من شيء شيء تاني أنا ما ألمس لهيئة الصحفيين مع كامل احترامي وتقديري أي دور الهيئة منتك تعرف من عضائها يعني إلى حد بسيط يمكننا هم كم عضو هم والله ما حضرت إلى اختبار شفوا إذا لا يعني هياة الصحفيين هياة الصحفيين كم عضو والله كم عضو ما أعرف كم عضو طب من تعرف هياة الصحفيين بس يفترض هياة الصحفيين يكون لها دور لها ظهور لها بروز لها تواجد أهم شيء إحنا كصحفيين إحنا كصحفيين يا سيد تركي إحنا صحفيين لنا معاناتنا نحتاج إلى حماية في عدة أمور أسهل ما يمكن الصحفي ممكن يكذبوا بسهولة يشتكوا بسهولة هياة الصحفيين فينا فين دورها فين وقفتها مع الصحفيين فين الصحفيين اللي بيخرجوا عن النص ما يكون للهيئة دور معا ضدهم متأخر مرة جيت للرياب يوم كنت عندك يوم جيكنا في الاستيديو طيب لا المرة الجاية لها جيت أخذك أوريك مبنى هيئة الصحفيين مبنى مرتب مبروخ على أهم المبنى مبنى مرتب وجميل والله شوف يا أستاذ التركي الهيئة الصحفيين موجودة لكن مفترض الهيئة الصحفيين ترى أن الإعلام الرياضي لو لا تهموا الإعلام الرياضي بقيت الصحف متحدثة في سؤال ماركت ومكتبات المبيعات الصحف قائمة 80% على الرياضة أنا موجهة ناظر الإعلام الرياضي بحاجة إلى رابطة مستقلة هيئة مستقلة أنا لا أحب كلمة هيئة دعنا نقول رابطة يعني لا شاءت لكن يكون في مرجعية للإعلام الرياضي العلام الرياضي الآن كما قلت لك يتيب وزارة الإعلام أو هيئة الصحفيين أو المؤسسات الصحفية أنت الآن لا تقدر للمؤسسات الصحفية هيئة الصحفيين لا تقدر توقف محر الرياضي لأن ما فيه نظام يخول لهذا الشيء هذا فذلك لا بد موجود رابطة بإشراف يعني بمباركة حكومية عشان يكون فيها استقلالية وفيها عقوبات وفيها مميزات وفيها شروط وفيها وفيها الإعلام الرياضي الآن ما شاغل الدنيا ولكن منهب ودب صار إعلام الرياضي طيب هيئة الصحفية أصدقائي لا يحتاج كم واحد أنا أعرف رئيسها ساتركستيري وأعرف نائبها الدكتور هاشم وأعرف الأمين الدكتور عبدالله الجحلان وطلال الشيخ دخل فيها وأحمد الفيد مجموعة شباب لكن للأسف لا أرى شيء قدامي أمامي لا أرى شيء قدامي أنا أرى شيء قدامي أنافق لا أرى شيء حتى الآن أنا لا أعلى علاقة مع هيئة الصحفية للبطاقة كما قال أكون صريح أنا أريد أن يكون لها أدوار الإعلام الرياضي هو الشغل الشغل الآن النقطة السوداء في الإعلام السعودية البطاقة هذه ملزمة ما شو تحصل على بطاقات على ملاعب طبعا الآن أصبحت ملزمة قرامة سمو رئيس العام أنه لابد يكون معاكة بطاقة هيئة صحفية موجودة واللي ما عنده ما يدخل ملاعب ما يصدر لبطاقة من مكتب الرياضي قصة ذاكر قصة ذاكر بطاقة أنا ودي هيئة صحفية بدان فيها الأسماء طب كويس يعني على الأقل الواحد يعني سفت تشوف نرطاق لا لا تكتك على الهيئة هي تكتك على نفسها بروحة أنا يقولها أنا بس هيئة صوار خلنتم ما نفتح الموضوع بأمانة هيئة الصحفيين السعودية يعني وش لها غير المبنى اللي موجود على الطريق الملك فهد مبنى يفتح النفس لا في أعضاء لا في اجتماعات ولا في أي جدوى العمل ولا تعرفونهم حيث أقول لك شي واحد زي سيد عبدالله فلاتة رئيس القسم الرياضي بصحيفة المدينة على رأس العمل ما يعرف مين العضاء طبعا ما في نظام ما في مرجعية لكن اللي يقول قالوا نهاية الصحفين فيها كبار السن وناس قدامة طيب دخل فيها دماء جديدة دماء جديدة أنا ودي أدخلهم معك أو وش سويت ما يقدرون أنا عندي قناعة في نادي أو في أي منشاء رياضي أنا ما أحبل يقول ما أقدر ما تقدر انسحب لا يحسب عليك وتاريخك ودورتك أنك جيت ولا سأود شي أنا مسؤولية العلامة الرياضية يجب حقيقة الأسماء البارز المتميزة لا زالت تتربع القمة أنه يجي مع الصحافة الرياضية أو العلامة الرياضية بشكل عام يحتاج إلى يعني رعاية اهتمام تقويم تهذيب أصبحنا يا أخي حديث المجالس شفت فلان وش قال ألف وضايا فلانية هذا شي تم هذا تويتر عاد جاء وخرب الدنيا صار في ألفات وقال صار الواحد يجاهل بميولة ويقل النادي الثاني الذي يصير لسامي الجابر أنا كمثال عشان ما أقوله الله هذا محايد ولا مصابي ما أفعله فيها الذي يصير لسامي الجابر فترة الأخيرة هل هذا مهما كان ابن وطن وقدم الرياضة السعودية وعمل ومدرب مثل أي مدرب ينتقد سامي الجابر ما صار اللي صار عبد الله توقع تفضل رئيس أنا أعرفه والأمينة العام ورئيس تحريص صحيفة المدينة عضو فيها أعرف عدة اسم ومعقولة ما أعرفهم يقول أحمد جاءتك رسالة لا 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 ما جاءت الرسالة طوبة بعد الرسالة بعد الصورة والإجابة الصحيحة وبالرسالة ضائت بس أعرفهم أنا بأتكلم بل كان لي تواصل مع أعلمين العام كان عندي اتصال مع عام باشر العشام أكبر عشامنا فيهم أكبر هياة الصحفيين عشامنا أكبر ونطبح منهم يعني تواجد أكثر دعم للإعلاميين وفي نفس الوقت الأشياء السلبية يكون لهاية الصحفيين دور الصحفي يجد رقابة من خلفه رقابة أمامه خلال عمله يكون للهياة دور مثمر يعني إن شاء الله أما إنه تواجد بالشكل الحالي لا نتمنى أصبر عموما دائما أي انتقاد لأي جهة لازم تكون القفلة حقا الانتقاد عشامنا أكبر ونتفقع منهم أكثر وإحنا عارفين في قناعتنا أنه ما وصار شيء هياة الصحفيين مجرد يعني مبنى لا أكثر ولا أقل فاصل قصير بعد هنا وبطاقة وبطاقة طبعا ندخلك الملعب فاصل بعد هنا نعود اتحاد البلوي ما الجديد فيه وتسعة فرق تعصف بها خمس نقاط رئيس الاتحاد الأسيوي سلمان آل خليفة يتعاهد بحل مشاكل العراق والإدارة الاتحادية تعالج مشكلتها مع البرازيلي جيبسون ملعب الأمير محمد بن فهد يحتضن لقاء الزعيم وبانو قادس والفيصلي يؤجل سفر بن عطية الاتفاق ينهي التوقيع مع المدرب الجديد وحكام المهن يجتمعون بعيدا عن الإعلام اتحاد البلوي ما الجديد فيه وتسعة فرق تعصف بها خمس نقاط موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الجزء من الحلقة نرحب بمستمعر تلافا في المملكة العربية السعودية أستاذ أحمد المسبيح ورسال عبدالله فلاته هما ضيفا حلقة اليه جتني رسالة ضريفة من متابع اسمه سلطان الشهري يقول لك يا أبو تركي إذا بطاقة الصحفيين لم يستفيد منها بأي شيء يعرض عليك أن يشتريها على الأقل يفتك من الزحمة بالعكس بطاقة هاي الصحفيين هذه ويسام وشرف لي والأي إعلامي كل مقام مقامي يعني ما يمكن الواحد يسير لها يكسد أن يعني عشان بس يفتك من الزحمة لا لا بالعكس أنا أتشرف يكون معي بطاقة هاي الصحفي لكن عشام أكبر يعني ودي أدوارها تفعل بالذات الإعلام الرياضي ودي أشوف وش قدمت الإعلام الرياضي لها الإعلام الرياضي هو مشكلة الإعلام شكل عام الناس تشكموا من الإعلام الرياضي من تهذيب لغة الحوار من من أبغى يكون لها حضور أكثر يعني بدورات بندوات يعني مرة سنة الآن ما شفت شيء يكون لها حضور أكثر يكون لها حضور على أول شيء حضور بعدين نطلب حضور أكثر تمنى والله حقيقة عشامنا لا زال اللي قائمين عليها هم باطلة الصحافة هم العمالقة لكن تعشم منهم شيء أكبر نرى بتقرير يتحدث عن وضاع الاتحادية بعد البدور منذ أن انطلق هذا الموسم والعميد ليس كعميد زمان ابتداء من المشاكل المالية ومرورا بالمشاكل الإدارية والفنية وحتى انتخاب رئيس جديد اتحاد البدايات ليس كاتحاد الأمس القريب واتحاد الأمس القريب ليس كاتحاد اليوم مع الرئيس المنتخب مؤخرا إبراهيم البلوي تدريجيا على الرغم من أن ذلك متأخرا كثيرا في الدوري العميد يقدم مستويات فنية بدأت بالتصعد ولعل خمسة أهداف في مرمى الاتفاق دليل على ذلك العميد بدأ ينتعش مديا والمكافآت بدأت تنهال على لاعب الفريق حتى المدرج الشمالي أصبح كما جدا غير قد يرى البعض أن الحكم على ذلك مبكرا ولكن هل من الممكن أن نشاهد نتاج بداية عمل إدارة البلوي هذا الموسم عم أن الحصاد سيكون في الموسم المحب عبد الله ما الذي صار الجديد في الاتحاد لا تغير شيء لا شيء تحت الشمس حتى بعد الإدارة المنتخبة ما تغير شيء في الاتحاد هو الإدارة المنتخبة يحتاج لها مليون خط لأن الإدارة استمرت عاد الجمجوم والمجموع اللي ما استمروا الوحيد اللي اختلف في الأمر رئيس النادي اللي هو إبراهيم البلوي ما فيه طبيعي مهما حاوله يخفو الموضوع سواء من ناحية إبراهيم أو من ناحيته لا ما فيه تناغم ولا فيه انسجام ما بين مجلس إدارة النادي الاتحاد النقطة المهمة اللي عملها الأستاذ إبراهيم البلوي هو فصل كرة القدم من خلال جهاز متكامل هو تولى الإشراف وإجابة الدكتور محمد السليمان يعني والأستاذ حامد مدير تنفيذي يعني هذه خطوة إيجابية وشفناهم مع الفريقة تواجدوا خلال يومين الكل تكلم الاتحاد حتى الأمور المالية ترى العشوائية عشان تتعدل في نادي الاتحاد تحتاج إلى فترة زمنية طويلة تصور نادي الاتحاد من غير مسيارات من غير تكاليف من غير كيف ستصرف الرواتب هذه الأمور كلها قاعدة صحح المسيارات فقط في فريق كرة القدم إنما العاملين اللاعبين التكاليف بالجوال يعني الاتحاد مضى حقبة زمنية عشوائية يعني ما أعتقد في نادي آخر موجود فهذه يحتاج إلى عمل كبير وعمل مرتب وما يحتاج إلى رئيس نادي فقط يحتاج إلى رئيس نادي بعضاء مجلس دارة مجلس دارة متكامل يؤدي العمل ويصحح العبث اللي تم طوال الفترة الماضية فما حتكون أي نتائج ظاهرة تصور المحترفين الأجانب بونو فيهم فان بونو فيهم كان مختفي بونو فيهم هذا ما أخذ إلا راتب واحد من جامل البرازيل الأمر ينطفق على جيبسون في معاناة الآن الأستاذ إبراهيم اجتمع به وما عادهم للفريق بونو فيهم لاعبه أتضح أنه لاعب مفيد جيبسون دارة دي اتعاقدت معهم حقيقة لكن ما عرفت تستثمرهم ما عرفت تستفيد منهم يعني كل الأمور في الفترة الماضية في الاتحاد السلبية في سلبية فعشان الاتحاد ابدأ يعود لابد يحتاج لفترة زمنية وعمل جاد وعمل جبار وعمل طويل وجمال الاتحاد لازم تنتظر تنتظر على سيظهر الاتحاد بوضوء طبيعي لماذا ما انتظرت طيب على الإدارة السابقة لماذا ما قلتوا هالكلام لا قلنا أنا في برنامجك قلت يا سيد تركي هتكلم فيه برنامجك الإدارة السابقة كان نادي الاتحاد يدار بعشوائية يمكن في تويتر موجودة أنا مدربين وإداريين تكليفهم ترى بالجوال شفوي ما هتكلم في نادي درجتان يسارة العملية دي الآن الأستاذ إبراهيم يحتاج العمل ده كله يترتب وكله يتنظم ويمكن هو لو عقد المؤتمر الصحفي اللي بيتم الحديث عنه ما أدري هل حيخوط بدي التفاصيل أنا أفترض جماهير نادي الاتحاد تطلع على كل الحقائق نا هيك مشكلة دي سوزة الآن تصور محمد فايز يقول لا مو أنا المسؤول عن الصفقة لا يقزاز لا يقزاز يطلع يقول لا مو أنا طيب الحلقة مفرغة طمنت اللي تعاقدت مين اللي حيدفع في رئيس نادي الآن وفي إدارة هي اللي يتخلص الموضوع أنا جاي يعني اللي جاي الآن يترأس نادي الاتحاد يأخذ المستقبل أو يقعد يسدد أخطاء الماضي يشيل كل شيء مبأة كبيرة يا أستاذ عبد الله مبأة أستاذ عبد الله هاي الإدارة قبل ما تجي ما كانت عارفة الأوضاع بالتأكيد عارفة الأوضاع بس فيه إعلان فيه إعلان من لجنة تقصي الحقائق إنه الديون انخفضت بنسبة 60% إنه الأخ محمد فايز الأستاذ المهندس محمد فايز يتحمل 33 مليون في صفقة دي سوزة هذا اللي نحن نعرفه الآن فيه تنصل عشان أكون واضح فيه تنصل من المسؤولية الناس اللي ورطت نادي الاتحاد وتخيل صفقة زي صفقة سوزة فيها تمانية عملاء عمولات لتمانية أشخاص تمانية وكلة وفيه وكلة ما بعد الصفقة والله شيء غريب وشيء عجيب أنا أتمنى أتمنى لأستاذ إبراهيم البلوي يعقد مؤتمر صحفي ويطلع الرأي العام عموما وجماهير الاتحاد خصوصا على الحقائق الغريبة والعجيبة في نادي الاتحاد يعني يمكن كنا في الفترات السابقة ننشر شيء منها حسب معلوماتنا بطريقة وبأخرى والإدارة تتكتب على كل شيء وتأكد أن الوضع سليم الآن الوضع تفشى المشاكل وصلت تماما كل فتن نواحي الله يعينها رئيس النادي وأتمنى أن الأخوان في أعضاء مجلسة الإدارة اتعاونوا معها لأخص أحد وكل أعضاء مجلسة الإدارة سلبيين ترى فيه بعض الأخوان ممتازين وبيهدوا أعمالهم بكفاءة الشيء تبعات المتوقعة على الاتحاد لو ما دفع فلوس سوزا سوزا ستكون فيه عقوبات واحتمال فيه خصم ستة نقاط وحاجة زي كده ووضع الاتحاد أصلا الاتحاد له سبع مباريات ما حقق فوز الآن أول فوز يحققوا أمام الاتفاق خمسة عادلات وخسارتين ومدرب رايح ومدرب جاي تصور مدرب زي بينات كان يتقاضى خمسة ألاف ستة ألاف دولار يتحول راتب ويتضخم لحد ما يتقاضى خمسة وتسعين ألف دولار نفس الطبقة انطبق على عمر أنور عمر أنور كان مدرب بخمسة ألاف دولار تحول إلى تلاتين ألف دولار هذا معقول يعني تركة تركة متعبة منهكة طيب هو ما التزم مديونة إبراهيم البلوي كان يجهل هالأشياء شوف يجهل كل الأشياء لا مستحيل أن يجهل كل الأشياء أتفاجأ بالتأكيد أنه أتفاجأ بأشياء يندى لها الجميل ما تتخيل نادي زي نادي الاتحاد كان يدار بطريقة نادي في درجة ثانية عشوائية تويتر موجودة الأشياء أنا ما بأقول يعني الاتحاد ممكن يكون مقبل على هبوط للدرجة الأولى لا أنا ألمس ألمس في عمل جاد وإحتاج لفترة زمنية وإحتاج لصبر وإحتاج عشر الليل هم مستمرين نصحوا على وضاع ما أنا مناطى الصراحة أن أسمي الأسماء وأعلن وإلى آخره لأسيما أنه العيس النادي عنده مؤتمر صحفي يمكن يوضح ويكون كلامه من جهة رسمية يعني تضال أنا اجتهادات وأتكلم بصفتي الإعلامية ماذا راكبوا تركي والله ما شاء الله عبد الله قال لا يفتن مالك يعني ما شاء الله عليهم ملم بهذا التحاد لكن أنا كمحايد وبعيد أقول أن إبراهيم بلوي لما أستلم إبراهيم بلوي وشفت التصريع قبل كم يوم وقم برات خسران فيها الفريق قال حقيقة أنا كنت متوقع شيء اللي شفته شيء كبير اللي يصير اللي يحب الاتحاد أولا لا يربط الاتحاد يقول اتحاد البلوي المطانيخ خلي العمل مؤسسات عمل جماعي اتحاد يعني لا يربط الاتحاد بأسماء اتحاد يحتاج إلى عمل اللي صاير شيء اللي قال على الرقام الفلكية والسماسرة يعني العمل يحتاج الجمهور الاتحاد واعي ما رح يطالبك بطولة الأبطال عارف وضع الفريق فنيا وعارف وعارف يطالب منك اتحاد يتعاد شخصيته وهيبته رحي معنك من الاتحادين اللي يطالبون انتحن عليك من سوزة طيب اوكي اداريا ومانيا هذا هو اللي يطالبك سوزة هذه مشكلة سوزة ما لا تدخلها في عام المستقبل سوزة حل مشكلته عشان ترتاح من الفيفا والمشاكل بتصير وبعدين نفكر كيف تعالج الامور الادارية والمالية ويش وصل لاتحادها لالحال يحتاج إلى إدارة غير الإدارة الموجودة عظام الإدارة إدارة ناس تتفرغ زي ما يقال من ثمانية إلى 11 يعملون يوضعون نقاط على الحروف يعني الفوضة اللي صايرة هذه ما نقدر نسقط على شخص أو آخر أننا نتكلم عن مستقبل طالما نستقبل رشع نفسه وتحمل التحدي التحديين والعاقلين والعقلاء راح ينتظرون التحدي بعد سنة بداية موسم الجاي كيف اعداده كيف ترتيبه إداريا وفنيا الآن اللي صاير هو قال باللسانه قبل الأسبوع أنا شفت صريح يعني بين يوم وليلا بغير في التحدي اللي شفته غير اللي كنت أسمع عنه فاصل بعد فاصل نعود لمواصلة الحديث في البرنامج كنوز وطنية بين النجاح والرحيل أعلى بكم مشاهدين الكرام في هذا الجزء من الحلقة الأستاذ أحمد المسابيح والأستاذ عبدالله فلا تهم ضيفاء حلقة ليلة نرحب بمستمع روتان في المملكة العربية السعودية نشوف تقريب نتحدث عن الوضاع الاتفاقية يقال الخيل من خيالها لكن يبدو بأن فرس الشرقية انتظرت فارسها طويلا فارس اعتاد تخط الحواجز وحصد اسمه على لوحة شرف الموسم لم يعد فارس الدهناء ذلك الفارس الذي لا يشق له غبار بل أصبح فارسا يتهادى بين الفرسان يعد تارة ويقف تارة ويتعتر تارة أخرى بداية هذا الموسم جلب الفارس مدربا ليعيده لما كان عليه بوكير الذي انطلق مع الاتفاق وحاول حث هذا الفارس على الجري من جديد لكن يبدو بأن الفارس يحتاج إلى إعادة هيكله جرب الفارس تغيير مدربه وأقال بوكير عقب خمس جولات فقط وأحضر المدرب قوران استجمع الفارس قوه واستطاع العدوى أسرع مما كان عليه تقدم قليلا وتجاوز منافسيه بمراتب جيدة لو عما لكن الحواجز عادت من جديد لتعق ذلك الفارس وتوقف ودارت الدائرة وأقال الاتفاق مدربه قوران موجه الفرسان ومدربهم الجديد سبق له وأن قدم لهذا المعقل سابقا وحقق نتائج مبهرة وقاد الفارس ليحقق أسبقية كبيرة ويعدو كما لم يعدو منذ زمن لكنه رحل في ظروف لا تسر محبا ولا عاشقا محبو هذا الفارس ومشجعوه ارتسمت عليهم أمارات الدهشة ما الذي يفعله هذا الفارس؟ ما الذي يحصل معه؟ أين ذلك الزمن الذي عتاد فيه أن يكون سباقا؟ كل ما يأمله أبناء الشرقية بأن يعود الفارس لعدوه من جديد أن يعود للمنافسة في كل السباقات أن يصبح ذلك الفارس الذي لا يشق له وباق لبرنامج كورة عبداللرشود ما مشكلة الاتفاق بطلك؟ بالله مشكلة الاتفاق يعني أنا أحب السعب لعدوه كشخص كأنسان خدم الرياضة السعودية ما قصر بدين الاتفاقي يعود الوضع الطبيعي على الأقل لنهاية الموسم ولكن الموسم القادم يجب العبدالعيز دوسر وكيد أنه أحرص مننا عن مصر الاتفاق أن يمنح الفكر الشبابي في الأسرة الاتفاقية في أسرة الاتفاقية كثيرة عندهم شباب مؤهل علمياً وإدارياً باستطاعة مدارة الاتفاق بطريقة بأسلوب جديد حقيقة الاتفاق بحاجة لدماء شابة أسرة الدبل عندها شباب متعلم لسرة المسح لسرة الدوسر إلى كثير في شباب يعني على مستوى وعندهم فكر جديد متأكد أنه سيعودوا بالاتفاق إلى القمة مو المناطق الدافعة لا الاتفاق بس يعني عنده الأدوات لكن تحتاج إلى توظيف إلى إدارة مالية إدارية محافظة على اللاعبين على المكتسبات عنده قاعدة جماهرية لكن عبدالعيد الدوسر يكثر خيرا الموسم إن شاء الله يبقى الاتفاق في وضعه الطبيعي ولكن الموسم مقبلة تحتاج إلى فكر وأتمنى أن لا يزال عليه أستاذ عبدالعزي أنا أحبك كشخص كإداري خدم رياضة السعودية لكن الدماء الشابة لا بد أن تعطي فرصة عبدالله شرعي والله أنا أضم صوتي للأستاذ أحمد ممكن اليوم أنا كاتب الموضوع داف صحيفة المدينة نعز الأستاذ عبدالعزيز أعمال وقدم وإلى آخره وعقلية نيرة لكن 30 سنة كافية وجب الرحيل ومنح الفرصة للآخرين سنويا الاتفاق ترقيت حقه بعد المتوسط ثلاثة مدربين سنويا بوكير دخل باستراتيجية بناء تم إبعاده خلال أربع أمباريات وهو مدرب كان ممكن نحقق نجاحات معهم وقرار يبعاد بوكير كان قرار خاطئ تم بعد كذا الاستعانة مع قوران قوران برضو الآن والآن المدرب الثالث يعني مهما قيرت الإدارة الاتفاقية من المدربين أعتقد أنه حان الآن الأوان لتغيير الإدارة رئيس النادي يجب أن يترجل مع كل الحب والتقدير فريق الاتفاق يضم أسماء مميزة الزعقان كادش كنو أسماء جدا مميزة لكن الفلسفة المستمرة في الاتفاق بيع لاعبين وشراء لاعبين لا تليق من هذا الاتفاق كنادي بطل يسعى للبطولات واجهة للكرة في المنطقة الشرقية طب تتوقع أنه في شيء في القريب بالأوضاع الحالية في شيء يلوح في الأفق عن أي تقدم اتفاقي الاتفاق مبارات المقبلة مع النصر وهي صعبة بكافة المقاييس على من؟ يعني نسبة على الاتفاق طبعا صعبة وعلى النصر أيضا ما هي سهلة عشان نكون صارقين لأن الاتفاق الآن في عنق الزجاجة ما هتكون سهلة لكن فوارق فنية واضحة ومتجلية تماما يعني نتكلم بالفوارق الفنية فالاتفاق احتمالي يكون برضو نتيجة سلبية أتوقع أنه يكون فيه تغيير وأتمنى أنه يكون فيه تغيير مع حبي وتقديري واحترامي الأستاذ عبدالعز الدوسري أبو ترك لا أعود وكرر أنه من الصحة مباشي لوح في الوفق أنت ما تحسنه هذا الاتفاق يعني على الأقل في القريب المنظور علاجة مو توقيت استقالة دارة الآن أو عبدالعز الدوسري يعني بغيرة الاتفاق لا يترك الاتفاق الآن في مرحلة شبه غرق لا ينهي الموسم إن شاء الله بسلام يبقى الاتفاق كما هو وركن أساس من الكارياضة السعودية وبطل ويوم الأيام حق البطولات مصرحة الاتفاق لما تيجي إدارة تظلم أي إدارة الآن حتى المداربين تجيبهم في نهاية موسم تقول أعيدا للفريق الفريق مش مشكلة إدارة الدوسري المنوجة نمرك بدولي يعني أنا مني قريب مرة ولكن أشوف يعني أشوف مثلا استغناء هو بحجة أنه والله الاتفاق بحاجة إلى مادة وأنه ما في دعم كافي فإسترر نبيع بعض اللاعبين اللي هم مؤثرين أنا أتفاق أمتأكد أنه الأنظار الأندية الكبيرة على كنو هذا لاعب يعتبر من أفضل ثلاثة لاعبين في الموسم الرياضي أنا ما بغس سياسة اتفاقية تستمر في الاستغناء اتفاق وريق بطر يجب أن نحافظ على النجوم بمصادر طبعا الدوسري الواحدة ما راح يصفق وأي شخص يأتي لا بد أن يكون في الدعم شرفي استراتيجية مالية تحافظ على النجوم الآن في كنو يعني موجوعة نجوم سمي راح الشهري وآخر وآخر حيروح برضه أكثر من لاعب من الاتفاق فيجب أن نحافظ على مكتسبة اتفاق ولا نظلم إدارة جديدة لا الإدارة التي تستلم مع نهاية الموسم عبد العزيليس من حبه وغيرته على مصح اتفاق مع القادة من الشباب يقولون أنتم لكم الآن المستقبل أو الفلسفة الإدارية مع رجالات الاتفاق وما أحرص مني وأكثر دراية بخبايا الاتفاق عبد الله نفس السؤال ما مشكلة الإدارة الاتفاقية مشكلة الإدارة الاتفاقية أنا أعتقد أنها قدمت كل ما لديها وحتى أفكارها أصبحت أفكار متكررة ما بتقدم أي جديد مع كامل احترام والتقدير ما في جديد قدمت كل ما لديها يجب أنها تمنع الفرصة لغيرها وأعتقد أنه جيل الشباب جيل الشباب ممكن يكون ينقل النادي لمرحلة أخرى مرحلة جديدة يعيدوا للواجهة يعيدوا للبطولات اتفاق نادي كبير نادي جماهيري نادي إنجازات نادي بطولات يمكن أن أول نادي سعودي حقق البطولة الخارجية كبطولة خارجية حقيقة كل الأماني أنه تصحح وضع الاتفاق وأنا وجهة نظري تبدأ من خلال قمة الهرم من خلال إدارة النادي أن يجب أنها خلاص تترك المجال لغيرها فاصل ثم نعود موسيقى النصر والهلال في محاولة خطف نقاط المنعطف الأخير أهلا بكم مشاهدينا كرام في هذا الجزء من الحلقة نرحب بمسلمتنا في المملكة العربية السعودية أستاذ أحمد من سبيح وأستاذ عبدالله فلات ومضيفة حلقات العلاء الهلال في مصر والبحث عن النقاط في تخليل التهليم نصر وهلال هلال ونصر عنوان كل القصص وحديث كل المجالس منذ أن انطلق هذا الموسم وحتى الآن موسيقى الجولات الخمس المتبقية من دوري جميل ستحفل بالوعود والعهود حيث يستكمل الصراع بين الفريقين خلال خمس عشرة نقطة ثلاث منها ستكون أمام الملأ وجها لوجه موسيقى عيون المتابعين ستنقسم بين شاشة صفراء وأخرى زرقاء لمتابعة سير الفريقين خلال جولات الحسم فهل ستشهد الفترة القادمة انقلابا في الموازين وتغيرا في الاستراتيجيات أم أن الأمور قد حسمت مبكرا موسيقى حسمت أو لا حسمت؟ موجهة نظر لا حسمت أنا إذا صدق النصر أنه محسم الدوري حيخسروا كل ما عملوه وبذلوه طوال الموسم لسه يحطوا بال أن الفرق ست نقاط ليس تسع نقاط لأنه خصمه حيلا مع مبارات وأي تعثر تأثير النفسي حيكون أكثر من تأثير الفني أو النقاطي فموجهة نظري أنه النصر يستمر على أنه يلعى مبارات كؤوس بعد المبارات القادمة اللي بعدها حتى يضمم بالفعل الدوري أما الكلام الإنشائي أو النصر التسع نقاط أو الآخر مباراتين وبقي خمس مبارات خمسة عشر نقاط أنا أقول كل شيء وارد فلذلك لا يجب أنه ما نتزم ويدخل اللاعبين بثقة وأنه اتفاق فريق خلاص خليني نسألك الهلال كيف يدخل مبارات الجاية والنصر كيف يدخل مبارات الجاية هل إلا يدخل مبارات الجاية على أنه خلاص ضعت الأمال من يده أم لا يضغط أكثر ويضع النصر تحت الضغط في مبارات الاتفاق الهلال يجب أن يدخل مبارات القايدة كما تكلمت عن النصر يتكلم عن الهلال على أنه الدوري لا زال لا زال في الملعب في الملعب وأنه يفك في نجراء ما علم براية النصر وما يبقى عن النصر يخبر 11-7 نقاط 10 نقاط لا يلعب مبارات أول شيء يستعادة شخصية الفريق الآن لازال مذبدل حتى الجمهورة ما هو راضي عنها أبدا تأتي من الطموع أنه ذا الفريق قال والله أنا حين أستعد بطولة الأبطال الدوري فقدت الأمل لا ما فقدت الأمل في الدوري كل شيء وارد ألعب شخصية الفريق البطل أنك الوصيف حتى آخر لكن إذا دخلت بشعور والله ألعب بالفريق الثاني هتفقد البطولتين من بطولة الدوري فقط شرايك عبدالله والله أنا وجد نظري أنه النصر حسم الدوري بنسبة كبيرة إنما بصفة 100% أو شيء زي كده بالطبيعي لا النصر من 15 نقطة سبعة نقاط تكون كافية بالنسبة لتحقيقه بطولة الدوري أعتقد أقل من 50% بمستوياته اللي قدمها طوال الموسم والفوارق الفنية عن الخرق الأخرى اللي حيواجهها بالتحديد أعتقد يعني العملية يعني إلى حد كبير نصراوية لكن في كل الأحوال ما زالت الكرة في الملعب وما زال الهلال من حق يلعب على الأمل المتاح طبيعي جدا ونحن سنستمتع إن شاء الله كيف يمكن؟ والله أقدر وجهتنا أظهر لكن أقول لا زال المشوار النصر لا يصبح يعني يجب اللعبين كلاعبين طبعا أنه خلاص أن الدوري حسن الدوري لا زال في الملعب طالما فيه باقي سبع نقاط باقي ثمان نقاط إذن لا زال خمس جولات خمس آشرة نقطة فيها يعني أخذوا عطاء صحيح النسبة الأكبر نسع نقاط وإلى آخرة والهلاء مستوى الفني ضعيف أو متدني أو أقل من الطموح لكن يجب أن نصر حتى يصل إلى منصات الذهب اللي سواه هذا شيء مسهل قدم فريق بطل شخصية بطل هيخسر كل شيء لما سيكون الثقة أكثر من الرغبة لا بد يكون فيه رغبة أن يحقق الدوري حتى آخر لا يصدق المنافسين يعني يقول والله خلاص انتهت الدوري حسن بالدوري معنى مثلا عبدالله فلاتة أو زيد ولا بالعكس منطقيا نقاط النصر أفضل بنيا وفريقين وعندهم مدربة متاز وجمهورة لك كل شيء وارد في عالم كنت القدم ربما من الاتفاق يصحوا على حساب النصر ويدخل في حسابات النصري العضوة للهلال بعصا مشهودة أمام الشباب أمام الاتحاد الهلالي أنه تعثر النصر أمام الاتفاق كيف ممكن يتعاملون مع هالفرصة اللي هي الفوز وتجعل الفارق ثلاث نقاط مع مباريات صعبة للنصر مباريات سهلة نسبيا للهلال طبعا نفسيا هتعطيهم تضاعف الرغبة الآن موجودة ولكن حاسين الوضع صعب لكن لو يتعثر النصر بتعادل أو خسارة طبيعا تلف الوضع تماما يقدم أربع مباريات في شباب وفي اتحاد يعني فريقين والتعاون كلهم فرق حقيقية أنه قادر على التعادل أو الفوز إذن الكرة لا زالت في الملعب لكن بشخصية الهلال الآن بالشيء اللي صاير على الفريق هذا هو الآن اللي يجب أن نقف عنده أنه الكلام اللي قوله قبل المباريات من واقع مباريات العاشاء الهلال الهلال أصبح هاش يعني ما ينشد فيه الظهر زي أول تقول والله هلال مباريات النجران في ملعب وبين جمهورة احتمال يفوز مثلا ويفوز من سبع تسعين في المئة لا الهلال اختلف شخصية اختلفت تماما شرائك عبد الله والله بالنسبة أتفق معنا أستاذ أحمد بالنسبة للهلال الوضع اختلف فنيا هذا الموسم إلى حد كبير عن الفترة الماضية في معنا لكن أنا ما زلت يعني الصراحة مقتنع النصر حسم الدوري بنسبة أكثر من 80% نقطة النباقيل هو أقل من 50% صحيح إنه يواجه مباريات قوية ممكن مباريات الاتحاد مباريات الشباب بالتأكيد مباريات الهلال لها خصوصيتها ولها تنافسها ولها طموح مشترك لكن إلى حد كبير النصر في وضع يعني قريب جدا جدا من تحقيق بطولة الدولة طيب خلينا نشوف تقرير عن الخمس نقاط اللي تفصل الفرق موسيقى 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 وصلنا للنهاية واشتدت المنافسة موسيقى وما بين ابتسامة عريضة لهاربين إلى جميل وآخرين ضاقة الأنفاس بهم وجميعهم مهيئ للذهاب لدور المظاليم رغم فارق المراكز موسيقى ولكم أن تتخيلوا بأنه من المركز السابع وحتى مركز الرحيل الفارق بين الفرق خمس نقاط أحدها سيرحل على الرغم من أن هناك فرق ذات إمكانات جيدة ولكن مراكز الصراع الآن لا تعترف بالإمكانات ولا أسماء الفرق تعترف فقط بالنقاط ولا غيرها غالبا في باقي دوريات العالم عندما يكون الفارق النقاطي بصير تشاهد كرة قدم ممتعة هل سنشاهد هذه المتعة الكروية فيما تبقى من جولات دورينا وفارق الخمس نقاط ما بين صاحب المركز السادس وصاحب المركز الثالث عشر تدل على مدى موسيقى الناس متابعة الأول والثاني ترى من الجولة الجاية فيه شغل كبير فيه دوري ثاني بيبدأ من الجولة الجاية على المراكز اللي من بعد الثاني وما بقول المتأخرة اللي من بعد الثاني كله فيه شغل كبير يعني الأول مرة في تاريخ الدوري السعودي والمؤرخين يشاركوني يعني الأول والثاني يفرقون عن الثالث وباقية من السابع إلى الأخير فارق محدود جدا يعني كله مهدد بهبوط نعم كله مهدد بهبوط عنديها عريقة حتى اللي فازت أمس حسنا لا ما باقي باقي خمس جولات إلى الآن اتفاق الاتحاد الفاتح كلها مؤهلة الفيصلي الرائد يعني حقيقي الأول ما يصير موسيقى الرياضي صحيح أنا أقول ما هي بظاهرة صحية طبعا إنه والله يصير فيه فرق ما بين الأول والثاني بقية الفرق الآن يا رجل ربما يكون فارق بين الأول والثاني أربعة بعد خمس عشر مقطع كل شيء وارد فيه خلل في الدوري هذا ما يعني النصر منفرد بكل الأولويات بالأفضلية يعني كلاعبين كمدرب كجمهور النصر الأول بكل المقيس بقية الفرق الهلال في مركز الثاني ولكن قريب من أصحاب مركز الثلاثة حقيقة فنيا قريب من الأهل قريب من الشباب لكن الفارق النصر القضية لما تفضلت في المركز السابع إلى الأخير النهضة طبعا سبعين في المئة يعني ضيف على دوري ركام الجديد من يرافقه هذه حيكون فاجأ حيكون فيه سخونة وأحداث وترقم بين قمة والقاع وكان الله في عمون الحكام يعني الأنجل صغيرة صعبة تحضر حكم جنبي في كل مباراة إذا كان الله يكون في عمون الحكام لا مباراة التعاون مطالبين مباراة حساسة أيه مطالبين بس ما أدري وافق عليها موافق لكن اللي أقول مباراة حساسة للحكام لللاعبين وأتمنى بقاء الأفضل طبعا أنا بقى فرصة أقول لك أنا مثلا حاول يمر زيادة نوية ما في زيادة طبعا فرق بعض الفرق الآن بدأ يلحن حسب اللفوط ما في زيادة أبدا لأن الموسم القادم صعب جدا جدا تفكير فيه بعد موسم موسمين لكن حاليا اللي بهبط هو من يرافق النهضة إلى حد كبير توقع في مفاجآت عبد الله والله ممكن كل شيء وارد وكل شيء متاح يعني تصور الفتح والاتحاد الفتح بطل الدوري الاتحاد بطل كاسا الملك كانوا بيلعب نهاي السوبر الآن هم من الفرق اللي قاعدة في المرحة المتأخرة تقارب النقط شكله يعني مثير وجميل لكن ما كان فعلا زي ما تفضل السيد أحمد ما كان الأمر صحي كان لتدني وتراجع في المستويات كان لعشوائية كانت في نهاية الموسم للإعداد للموسم والآخره الاتحاد الاتفاق الفتح معاناة غير طبيعية أنا بأخذ نموذج نادي التعاون فريق التعاون قدم أفضل مستويات يمكن أكثر فريق تضرر من التحكيم هذا الموسم هو فريق التعاون بالإضافة إلى الرائد عانى كثيرا لكن عمل بشكل جيد بشكل ممتاز وأن تقى محترفين يعني بعملية الممكن المتاح قدم مستويات جدا ممتاز أفريق التعاون على النقيد تماما الاتحاد والفتح والاتفاق الفتح بطل الدوري الموسم قدم مستويات جدا خجولة الصراحة فهذه عملية تذبذب وعملية أخطاء من الإدارات ومن الأجهزة الفنية ومن اختراعات المحترفين واختيارات اللاعبين تصور نادي أنفق على لاعب 35 مليون ما استفاد منه يعني عدة أمور أخطاء حدثت في هذه الأندية هي اللا عادتها للوراء وضعتها في هذه المراكز نتمنى أنهم يستفيدوا من الدروس ويستفيدوا من أخطاءهم ويكونوا في الموسم الجاي ضمن دوري عبداللطيف جميل ويكون وضعهم أفضل من الموسم الحالي بما أنك فتحت موضوع التعاون وشنا نكون في التعاون هالموسم كورة في الملعب بالتعاون هو أفضل الفرق اللي نقول طبعاً في فريق كبير وصغير لكنه أفضل الفرق اللي يعني أندية الوسط التعاون هو أفضل فريق بس غير محظوظ وفي أخطاء حكام كيف شاء كورة في الملعب جميلة جداً ويصنف من أربعة القمة حقيقة إذا بيتصني ممتع الموسم جداً فريق ممتع إلى بس خانون الحظ في بعض المضريات والتحكيم الأمان يعني شراك عبدالله بالتأكيد التعاون بالفعل كان هذا الموسم سكر الدوري يستاهل يستاهل التعاون ويبسطك يعني الفريق اللي يقدم كورة حلوة ولا لا بعدين عنده مسماء جديد للشبان الجدد اللي قدمنا هذا التعاون هلما الميزة يعني معظم الأندية اللي أندية الوسط تعتمد على اللاعبين من الأندية الأخرى الآن فيه شباب يقدمهم التعاون وأتمنى ما يعني خلاص في الاحتراف ما فيه شيء ما تعتمد على شباب المنطقة لكن الأفضلية اللاعب للتدرج عندك يعني اللاعب وصل لعشرين ما مثل الفريق الأول يعني الدليل فيه خلل فلذلك لازم تمنح الفرصة للشباب تستفيد منهم الولاء موجود حيث المحترف وغير محترف لكن لما يكون فيه استقرار محافظة واهتمام بالقاعدة وهذا يبدو لي أنه وفيه منهج إدارة في التعاون مثلا من السباح من القاضي شخصية عن قرب رجل يفكر للمستقبل التعاون بحاجة لدعم أكثر وأنا سبغ وقلت وكتبت أنه التعاني يوم الأيام اللي خلال الفتح يأخذ دوري بإمكان الفتح أو الرائد وكلهم يملكون أدوات يملكون قاعدة جماهيرية يتمنى أندية كبيرة قاعدة جماهيرة عند التعاون الرائد حقيقة بس تحتاج إلى بطولة أنه خلاص أنا من في قوسط أو أخاف من الهبوط أنا أرافز وأخذ بطولة طيب عبدالله شوف معنا الكاريكاتير روبوتركي بس عبدالله يهمني كثير يشوف الكاريكاتير اليوم تابع معنا عبدالله جبس والله هذا جبس اي ومعه جوال ويمكن بيسجل كمان ايش صار في موضوع جبس بعد التسجيل والتسريل ولا شي ولا شي سمعنا من الأستاذ عادل جمجوم أنه سيتم محاسبة جبس ما تم محاسبته ومنا من العقوبة أساءل هده بتابعنا بعد كده مشاكله سارت تراكمية جبس أصلا جاء يعني بسجل لو أنت نظرت الصراحة تتردد الحساب اللي في تويتر اللي غرد فيه بالعربي هذا حسابه الفعلي ولا منتحد لا حسابه حسابه اليوم غرد وقال أنه أنا مستمر في الاتحاد في الاتحاد مستمر الآن لا مو في الاتحاد لما لقى فيه صرامة قال في جريدة الاتحاد صح ولا لا صحيح بس هو لما لقى فيه صرامة في التعامل السؤال بس ليش عبدالله ليش يغرد بالعربي ولا شوف اللاعبين البرازيليين عادة لهم أصدقاء يوصلوا لهم المعلوم ويغردولهم بالعربي أنا أعرف أنه له صديق متواصل معه طول الوقت والظاهر أنه هو الذي يقوم هو الذي كتب اليوم مستمر في جريدة الاتحاد قوية يمكن لها مغزة ولا لها معنى أنا أقول وجهة نظري شكرا ترجمة جوجل كل الأحوال لاعب زي جيبسون طالما هو لأمامك يجب أنك تحتويه يجب أنك تستفيد منه لا سيما أنه أنت تعيش وضع مزري وضع كوارثي لا والله جيبسون يشخص حال الفوضى جزء بالفوضى اللي في الاتحاد أنا كنت مسؤول في الاتحاد تأكيد لو كنت مسؤول في نادي الاتحاد وسوالي سوالي وتسجيل ولعب خارج الملعب اللاعب المحترف أهم الملعب والتدريب ما له شغل في الأمور الجانبية من أول طيارة هذا ما يبقى في الاتحاد ولا يمثل هذا الاتحاد وغرد في تويتر ويتكلم ويدخل في أمور هذا ليس شخصية الاتحاد اللاعب المحترف يعطي لي جوه الملعب الله يذكر شيء بالخير واللاعبين اللي كانت تعطي أمه كلام فاضي وغرد في تويتر وصالوا سيزي أي مشجع من درجات هذا ليس مكان الاتحاد يا سيد أحمد أخونا عديس فضل طبعا كنيدة كان غرد في تويتر وهذه السياسة طوال فترة الإدارة الحالية زي ما أنت تفضلت تجسيد الفوضى والعشوائية والوضع الكوارثي إلا عاشته الإدارة الاتحادية الماضية وإلا صرت على الاستمرار حقيقة ما ينبغي الاتحاد كنادي عميد ومونديالي ونادي إلى سمعة إلى جمهورة يجب يكون فيه خصوصية اللاعب المحترف لا دوارة الإدارة لا دوارة أي إدارة يبارك بقاة جبسون هذا شريكه في اللي صوي أي إدارة مهما كان اسمه يبارك بقاة جبسون هذا شريكه في أي خطة بدر من اللاعب فاصل قصر بعده نعود للجزء الأخير من الحلقة في فقرتي بين قوسين عبد الرحمن القرني يكتب عودة الاتحاد ومؤتمر أنقذوني ألا بكم مشاهدين الكرام في الجزء الأخير من الحلقة الأستاذ أحمد ومسابيح أستاذ عبد الله فلاته هم نضيف حلقة لأنشف بطاقة لمباريات الغد جاهز يا شباب البطاقة أعطونا الرابعة وخمس وعشرين دقيقة وصلنا ختام الحلقة عبد الله شكرا جزيلا وجودك معنا نشوفك إن شاء الله في حلقة قادمة أشكراك وسعيد بالتواجد معاكم ومعن أستاذ أحمد المصابيح شكرا عبد الله أبو تركي شكرا جزيلا لك عفو أنا أحيي والله سعيد وجود أستاذ عبد الله فلاته والله أسبت من منطقة منطقة يعني رجل محايد وأتمنى للتوفيق إن شاء الله وعدنا غدا نلحادي عشرين نصف نعم اشتركوا في القناة